اقرأي القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين نكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الواقعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال أصحاب الشمال هم الكفار يأخذون صحف أعمالهم بشمائلهم نعوذ بالله من ذلك وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وهذا تعجيب للسامع من حالهم من العذاب الذي يكونون فيه في الآخرة في سموم وحميم السموم هو حر نار جهنم وهو ينفذ في مسام الجلد لذلك سمي بالسموم وأما الحميم هو الماء المتناهي في الحرارة وظل يحموم يكون الكفار في ظل نعم لكنه من يحموم أي من دخان أسود ليس مكانا يستريحون فيه أو يدفع عنهم حر نار جهنم لا فإن الله عز وجل قال لا بارد ولا كريم ليس مكانا باردا يخفف عنهم فيه من الحر أبدا ولا كريم ليس مكانا ينتفعون فيه فنفى الله عز وجل عن هذا الظل المنفعة التي يجدها الناس فيه إنه دخان أسود ليس مكانا يشعرون فيه بالبرودة وليس مكانا ينتفعون فيه لا بارد ولا كريم إنما هو مكان للعذاب إنهم كانوا قبل ذلك مترفين إن هؤلاء الكفار كانوا قبل ذلك أي في الدنيا مترفين متناعمين تاركين الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم منشاغلين بملذاتهم وشهواتهم في الدنيا فأتاهم الموت وهم على الكفر والعياذ بالله وكانوا يصرون على الحنث العظيم كانوا يصرون في الدنيا على الحنث أي على الذنب العظيم وهو الشرك والكفر والعياذ بالله وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون كان يقول الكفار في الدنيا من باب التكذيب والإنكار أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إذا بليت أجسادنا أئنا لمبعوثون أن نبعث بعد ذلك يقولون ذلك من باب الإنكار والتكذيب أو آباؤنا الأولون معناه يقولون أو يبعث أيضا آباؤنا الأولون يقولون ذلك أيضا من باب التكذيب والعناد فقال الله عز وجل قل إن الأولين والآخرين قل لهم يا محمد إن الأولين والآخرين إن كل الناس لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم الميقات ما وقت به الشيء أي حد به معناه كلهم سيبعثون ويحشرون ويجمعون في وقت يوم معلوم عند الله سبحانه وتعالى نسأل الله السلامة نعوذ إلى تلاوة الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم صدق الله العظيم والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم لقرأي القرآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر